السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم في هذا الفيديو رح نشرح كيفية ترجمة اي صفحة في متصفح ميكروسوفت ايج فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة ان نفترض مثلا هذه الصفحة ان بنترجمها الى اللغة العربية فعشان ترجمون هاتطريقة جدا بسيطة في البداية كل عليكم تسوونها تروحون على الثلاث نقاط هذه بعدين من هنا تروحون على خيار الاعدادات ومن هذه الواجهة من هنا تروحون على خيار اللغات وهنا في هذه الواجهة كل عليكم تسوونها تفعلون هذا الخيار اللي هو عرض ترجمة صفحات غير متوفرة باللغة التي يمكنني قراءتها فاتفعلون هذا الخيار وبعدين خلاص تقفلون هذه القائمة فالآن تسوون تحديث للصفحة اذا دخلتوا الآن اي صفحة وكان فيها كلام بلغة غير اللغة العربية رح يظهر معاكم هنا في هذه الايقونة اللي هو هذا الخيار المترجم فكل عليكم تسوونها تضغطون عليه بعدين تختارون اللغة اللي يحبين يترجم لها راح اختاروا اللغة العربية ونضغط خيار ترجمة فكذا بشكل مباشر لو تلاحظون تم ترجمة الصفحة بالكامل الى اللغة العربية ايضا يا شاب تقدرون تضغطون عليه مرة ثانية وتضغطون اضخار الاصلي راح يرجع لكم الصفحة باللغة الانجليزية فهذه كانت طريقة ترجمة اي صفحة بمتصفح ميكروسوفت لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة